بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا ومع مقصد جديد من مقاصد القرآن الكريم يقول مولانا جل وعلا ولا يأتلئول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم هذه الآية الكريمة المباركة فيها أمر ونهر ولا يأتلئول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نزلت فيه هذه الآية بعد حادثة الإفك وبعد براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه براءها الله من فوق سبع سماوات براءها الله في عليائه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات فسيدنا الصديق كان عنده عامل اسمه مصطح مصطح ابن أثاثة أو ابن هثاثة ومصطح أمه كانت أيضا تعمل في بيت سيدنا أبو بكر سيدة أم مصطح وكان مصطح ممن خاضوا ولاكوا في حادثة الإفك فجلد مصطح ووحمنا بنت جحش وحسان بن ثابت فمنع عنه الصديق العطاء كان بيعطيه زي نفق أو يعني حاجة كل شهر فمنع عنه العطاء فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فعفى عنه مصطح وأعطاه ما كان يعطيه إياه من قبل رجع العطاء مرة إيه؟ مرة تانية وكأن هذه القصة هي عظة وعبرة لنا جميعاً من عصى الله فينا نتق الله فيه اللي يسئ إليك إنت لا تسئ إليه إنت اعف عنه فمن عفى وأصلحى فأجروه على الله وربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إذن هذه الآية التي معنا مقصد من مقاصد القرآن الكريم فيها نهي عن معاملة الناس بالمثل لا إن تخليك أحسن من عصى الله فيك اتق الله فيك من أساء إليك أحسن أنت إليك ليست العبرة أن تحسن إلى من أحسن ولكن العبرة أن تحسن إلى من أساء ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العفو والصفح اللهم أمين فاصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر بسم الله وصل الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه مع مقاصد القرآن الكريم مع العفو والصفح قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم في هذه الحلقة أنا بدأت بمقصد النهي قبل مقصد الأمر لأن فيه في الآية الكريمة تأديب وتهذيب وتربية وحث لنا جميعا على الصفح والعفو بعدما ربنا قال لسيدنا أبو بقر ولا يأتلئ للفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله قال وليعفوا وليصفحوا ليه ألا تحبون أن يغفر الله لكم من عفى عن الخلائق عفى عنه رب الخلائق من جبر بخاطر الخلائق جبر بخاطره رب الخلائق من سترى الخلق ستره الخالق من أسعد الخلق أسعده الخالق أنت بتتعامل مع الكريم أنت تعطي على قدرك والله يعطيك على قدره سبحانه وتعالى رب العز يقول لنا في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين منهم واحد ينفقون في السراء والضراء اثنين الكظ من الغيظ ثلاثة العافين عن الناس وهذا بيت القصيد العفو عن الناس في يوم من الأيام سيدنا علي زين العابدين بن سيدنا الإمام الحسين بيتوضى والجارية بتصب عليه الماء تصب عليه الماء فسقط الإبريك من يدها فشجت رأسه فنظر إلى الجارية والجارية حزينة فقالت إن الله يقول يا إمام والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت يقول والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت يقول والله يحب المحسنين فقال أنت حرة لوجه الله كظم غيظه وعفى عنها وأحسن إليها والله يحب المحسنين يبقى العفو عايزين ويبقى منهج لنا في الحياة نحيا بين الناس بالعفو والصفح ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن فاصفح الصفح الجميل مع مين مع الذين أذوه مع الذين سبوه مع الذين ضربوه مع الذين قذفوه بالحجارة مع الذين شاتموه إلا أن الله يقول له فاصفح الصفح الجميل رب العز يريد مننا أن نعفو يريد مننا أن نصفح نريد مؤمن حتى مع المعرضين والمعتدين علينا قال وهجرهم هجرا جميلا الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل هذا من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبأ لنا في هذه القصة أعظه وعبرة أن نعفو عن من ظلمنا وأن نصل من قطعنا وأن نعطي من حرمنا وأن نحسن لمن أساء إلينا وأن نحسن فوق الإحسان لمن أحسن إلينا هذه أخلاق القرآن وهذه آداب النبي العدنان أسأل الله أن يؤدبنا بأدبه وأن يخلقنا بخلقه اللهم أمين فاصل وارجع لحضراتكم تاني خليكم عانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقر الفقهية والفتاوى الرمضانية ورد إلينا هذا السؤال هل يقبل الصيام من المتخاصمين أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرغشد كثيرا ما يرد إلينا هذا السؤال وأمثال هذا السؤال هل الإنسان لو بيصوم وما بيصليش صيام صحيح إن شاء الله الصيام مقبول وأسقط الفريضة لكن يحاسب على عدم الصلاة طب اتنين متخصمين ودخل عليهم رمضان نقول له أنا الأوان أن ننهي الخصومة أنا الأوان أن نفض الخصومة قال صلى الله عليه وسلم لا خصام فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الإنسان ينهي الخصومة بينه وبين أخيه أو صديقه أو قريبه أو جاره أو زميله في العمل وخط قدام عنيك هذه الآية الكريمة المباركة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طب مين اللي بيوصل لكده وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بقول لكل واحد متخاصم مع أخيه لأجل الميراث ابدأ أنت بالسلام وإنهي هذه الخصومة لأن الأخ لا يعوض بقول لكل واحد مخاصم أبوه أمه أنا الأوان أن تنهي الخصومة فإني أكون في غاية الحزن والأسى عندما يأتيني سائل ويقول مات أخي وأنا متخاصم معه ولم نصطلح أنا أكون في غاية الأسى لما يجي لي واحد يقول لي مات أبي وهو غاضب علي ماتت أمي وهي مقاطعة لي بحزا أنا الأوان أن ننهي الخصومة الآن اللي بينوا بين زوجته خصومة لو في أولاد انهي الخصومة عشان الأولاد لأن الأولاد اللي هيدفعوا الثمن انهي هذه الخصومة وتصالح لأجل الله سبحانه وتعالى سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه كان بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية خصومة فأم محمد بن الحنفية أخوه الأصغر بعت له جواب رسالة كاتب فيها إيه من محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن بن علي أما بعد فأبي علي وأبوك علي وأمي من بني حنيفة وأمك فاطمة الزهراء ابنة رسول الله وجد لأمي من بني حنيفة وجدك لأمك رسول الله فإن وصلتك رسالتي فابدأني أنت بالسلام لتنال الخيرية والسلام فلما وصلت الرسالة لسيدنا الحسن ورآها ذهب إلى أخيه محمد بن الحنفية وابتدأه بالسلام وأنهى هذه الخصومة لازم نبقى وقافين مع القرآن ومع السنة لازم نبقى مشهين على ضرب سيدنا النبي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتصالحين المتسامحين فاللصايم بن بن أخو خصام إن شاء الله الصيام صحيح لكن لا بد أن تنهي هذه الخصومة من باب المسامحة من باب العفو والصفح الجميل اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدبه اللهم آمين أشوف حضراتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته